اذا في انحيازنا الواضح في هاي الفقرة للعمل بالنسبة للطلاب ونحن عم نشجع الطلاب انهم يشتغلوا على النقيض على الجهة الاخرى هل يتم استغلال هؤلاء الطلاب من قبل اصحاب العمل بما انهم طلاب جامعة وممكن ظروفهم تكون مختلفة ويقبلوا في اجور تكون ضعيفة او ضئيلة او لا تساوي حجم العمل في زملاء ننزلوا على الشارع وسألوا المواطنين بشكل عام هل يتم استغلال الطلاب في الشارع او في الاعمال من قبل اصحاب العمل خلينا نشوف صباح الخير زي ما بنعرف انه طلاب الجامعات بحاجة لشغل عشان يغطوا تكاليف حياتهم الدراسية هذا الاشي بيخليهم يوقعوا ضحية لاستغلال من قبل اصحاب العمل تعالوا معنا خلشوف شو رأي الشباب بالموضوع عمرك اشتغلت؟ اه بتحس لما اشتغلت من قبل صاحب العمل استغلك؟ تقريبا يعني اه بيستغلني لا هو بفيدني اكتر ما بيستغلني يعني انا بستفيد من الشغل بصير ماء مصاري بس هو فيش وقت بضل بس تستفيد من هذا الوقت باشي مفيد انت بتسويه يعني كان نظام ساعات اخد مني ساعات زيادة وما بتنزلي على الراتب اصلا فما في عنا يعني عدل بالشغل بالمرة صراحة استغلال بالمال لا بس استغلال انه بعطي الراتب بدي يحرث عليك بالراتب صراحة يعني بدي يعطيك بدي يحملك جميلة اشتغل انضلك اشتغل ضلك اشتغل ضلك اشتغل عبل ما يعطيك الراتب ما كان بيستغلني كانت علاقة بالعكس يعني علاقة جيدة مع صاحب العمل بتحس صاحب العمل كان يستغلك؟ الشركة اللي كنت فيها لا صراحة لأنه أصلاً شغل لطلاب جامعات بس أنا كثير بسمع من أصحابي أكيد فيه استغلال كبير أولاً ساعات عملي كثير طويلة والمشكلة أنه بحكي لك ما بدك أنت المحتاج ففيه استغلال كثير كبير لطلاب الجامعات يعني بيشوف من أصحابنا والناس اللي حولينا أكيد لا لأنه الواحد لما يشتغل بيكون هو يعني يعني يمضي وقته بالطريقة أنه يستفيد فيها ويستثمر وقته بالإشاء المنيح والله لا يعني مش معها فيه استغلال بس إذا بالنسبة للاستغلال يعني إذا بدك أن أحكي لك عن أصحاب العمل يعني فيه منهم بيستغلوا طلاب لأنه بيكون ما عنده خبرة فبالتالي بيكون بده بوظفه براتب قليلة تحس أنه بهذه البلد دائماً بيحاولوا يطلعوا أكتر إشي منك وبيدفعوا لك أقل إشي ممكن هم يدفعوه وبس هذا القطاع الخاص صاي يعني أغلب تعاملي كان مع القطاع الخاص وكان هم بيحاولوا يستغلوا كل حدا إنه قد ما بيقدروا بأقل كلفة عليهم فيه رؤساء عمل بتحاول تضغط على الطالب إنه عشان يكون أولوياته قبل الدراسة هي الشغل رحت أشتغل وكان مفروض أتدرب بعديها أشتغل أصير عنده يعني أتدرب عنده على السيستيم بعديها أشتغل فيه بس رحت أعطاني تلي سيلز وبس ضليتني أشتغل تلي سيلز ثلاث أشهر فإنه كانت على الفاضي صراحة وما أعطاني لابد المواصلات ولا إشي مع أنه كان المفروض متفقين أنه يعطيني وهيك صارت معي قصة كثير بسيطة أنه أنا اشتغلت ثلاث أشهر بشركة ثلاث أشهر هدولة كنت أنا مش موقع عقد فيهم عشان هم كانوا محتاجين لشخص بس ثلاث أشهر ما كانوا حكينلي كان عساس أنه أتثبت بعديها بعدين قبل بيوم ما أبل بيوم عشان التثبيت يسير ضحكوا علي رانوا علي وحكوا لي ما بنياك لا ما كان بيستغلني بس ما كن طالب وقتها بس من لما صر طالب يعني فرص العمل بالنسبة للطلاب كتير بتقل خصوصاً أنه بيكون مش متفرغ للعمل فبصيروا بيستغله وبصيروا يشتغل ساعات أكتر ويعوض بأيام عطله والراتب بيقل وهيك يعني استغلني عشان ما كان معي إقامة عمل وأنا عراقي كنت بجدغل 12 ساعة وبأخذ خمس إيراث طيب دكتور حسين شفنا نحن هلأ الطلاب من طلاب الجامعات عم بيشتغلوا كل واحد عنده تجربة مختلفة شو رأيك بالليسماته من حيث المبدأ لابد من قول أن هناك استغلال حقيقة واضح أن معظم المؤسسات أو بعض المكاتب تميل للهروب من الحد الأدنى للأجور في ساعات العمل المقننة ولدينا إشكالية في بعض المدارس الخاصة التي لا ترغب في تحويل رواتب الموظفين الحقيقية إلى البنوك وبالتالي لدينا مشكلة الآن طلاب الجامعة لدينا نوعين من الاستغلال الاستغلال لولاني أنه عم بيشتغل ساعات طويلة وبتقاضى أجر متدني لا يكافي هذا الموضوع القضية الثانية لدينا استغلال أنه صاحب العمل في بعض الحالات كان يستغل لثلاث شهور الأولى اللي هي أن الشاب تحت التدريب كي لا يستمر وبالتالي يدفع له ضمان اجتماعي إذن تم تتلاعب قانوني في غياب الرقابة القضية الأهم من ذلك أنه لاحظنا اللي تحدثوا مقسومين قسمين قسم في عنده تدمر من فكرة العمل وظروفها الجديدة المختلفة وهذا طبيعي لأنه انتقل من بيئة أسرية إلى بيئة عمل من حرية مطلقة إلى انتظام ومشبه ذلك ولدينا أيضا بعضهم اللي اشتغل ساعات طويلة وكان الأجر يعني 12 ساعة بخمس دنة يعني مش طبيعية وخارج كل المعايير الفكرة الأساسية يجب أن نقرر أن سوق العمل غالبا بغياب الرقابة هو سوق بلا قلب يميل إلى استغلال الآخرين إلى بدل مجهود مالي لغايات الربح أكثر من التأهيل والمنافسة صحفا دكتور برضو على النقيد كان في مجموعة طلاب كانوا مبسوطين يعني كان في مجموعة طلاب حقوا لا بالعكس استغلني حتى كانوا مستغرب من الكلمة استغلني 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 لا لا ما استغلني أنا كنت مبسوط عم بشتر كويس وقضي وعلاقتي كانت جيدة جدا مع صاحب العمل يعني كمان كان في هذا الجزء هاي جزئية لو سماحتوا فيه أنا استوقفني كلمة من واحد من الشباب حكا أنا بحس في هاي البلد أنه بدهم كلمة في هاي البلد بدهم يستغلوا الواحد يعني يعصروا إمكانياته على الآخر بأقل يعني مردود مادي فهدول الجزئتين لو سمحت شو رأي فيه يعني فكرة هاي البلد هاي الجزء من ضعف التنشأ الثقافي والوطني في الأردن إذا أن المواطن الأردن بطبعه نزق وعندما ينفعل لا يبقي ولا يثار ويتمتع بحرية معقولة للتقبل نزق ابنانا وهاي قضية يعني لحد ما بحاجة إلى معالجة تربوية سياسية لأن الإنسان عندما يشعر أنه لا ينال حقه الذي يستحق يشعر بالغبن وبالتالي يخونه التعبير وأحيانا يتطرف في التعابير ما دام هذا التعبير تعبيرا سلميا يمكن أن نقاش فيه لكن عندما نتحدث أن القطاع الخاص يميل إلى استثمار كل دقيقة وقت لدى العامل أو من العامل وهذه قضية طبيعية جدا إذن الرواتب التي تعطيه قابلها انتزام أكثر في حين أن التنشأ التاريخية لدى الأردنيين غالبا هي قطاع العام والقطاع العام الذي نحترم إنجازاته لكنه أيضا الالتزام بالوقت وعمل الموظفين ونحن نشاهد ذلك القطاع الخاص ليس القطاع العام وعلينا أن نقر أنه بعيد التسعينيات منذ أن دخل الأردن في مشروع الخصصة كجزء من المنظومة العالمية تغيرت المنظومة العمل وبيئتها ومعطياتها صاحب العمل لا يرغب لا في الشيخة ولا في المقترى كلما كنت كفؤا كلما كان نديك فرصة للمنافسة كلما كنت قادرا على تنظيم الوقت واحترامه كمورد يصعب تجديده ويجب أن تستثمره باتجاه إيجابي كانت فرصك في العمل والارتقاء بغض النظر عن لونك ومنطقتك ومسقط رأسك لأن صاحب العمل في المحصلة يريد أن يكون لديه إنتاج مميز ومتفق أسفا دكتور ما جوابني على جزئية الناس المبسوطين طلاب اللي كانوا مرتاحين يعني إذا بدنا نعامل ما نمثل جزء إذا بدنا نعامل هذا الموضوع أن الناس المبسوطين أو غير المبسوطين يجب أن نعمل شيء بسميه دراسة حالة ما ينطبق على هذه الحالة قد لا ينطبق على حالة أخرى الفكرة أنه عندما قديم الشاب أو الفتاة إلى العمل هل كانت الفكرة مختمرة في ذهنه لضرورة أم أنه مكره هل يدرك معنى أن يكتسب خبرات نوعية وأن ينضج سماته الشخصية قبلا أم أنه ذهب بحكم الضرورة أو الضررة لذلك إذن ثم تتفاوت في دافعية كل منهما تجاه العمل في المحاصل نقدر يعني عندما نقول أن شابا ما أو فتاة ما تتبرم من بيئة العمل نحن نقدر دول القطاع الخاص نقدر لكن نقول أن هناك أخطاء أو لا توازن في العلاقة بحاجة أن نشير إليها بكل ود واحترام نعم تمام نحن نيجي أكثر للمحافظات يعني يمكن هذول الشباب اللي شفناه مهمة بالجامعات بعمان وعم بلاقوا فرص بيشتغلوا وهنا إحنا لازم أنه يمكن واجب وطني على كل شخص فينا لما يجوا هذول الطلاب يشتغلوا يكون حريص الواحد أنه يفيدهم أكثر فائدة لأنه هذا الإشي اللي بدهيال بلد تحتاجه كل أسرة وكل طالب يكون باعتمد على حاله وتكون شخصيته هيك مصفولة بطريقة صحيحة ولكن لما نيجي للمحافظات هل موجودة برأيك دكتور يعني حضرتك من جامعة مؤتاء وبالمحافظات موجودة هاي الفرص لطلاب الجامعات من الواضح أنه الفجوة التنموية بين عمان الحبيبي والمحافظات واضحة وانعكست أيضا على مساحة وقوة القطاع الخاص في المحافظات في المحافظات غالبا مع فروق نسبية القطاع الخاص الفرص التي يوفرها قليل وقليل جدا وحتى طبيعة الطلبة الذين يدرسون في الجامعات في أطراف أو الجامعات الطرفية كما نسميها غالبا أغلبهم مبتعثين إما بشكل أو بآخر وبالتالي كلها في أقل القضية الأخرى اللي أريد أن نقولها أنه دافعية العمل موجودة عند شاب الأردني أينما كان لكن هل البيئة تستثمر بهذه الدافعية بشكل إيجابي أنا أعتقد أن من المزايا النوعية الجديدة لموضوع التنمية وخصوصا تنمية العمل هو اللامركزية اللي أطلقها جلالة الملك لأننا في السنوات الماضية عانينا من تكدس القرار في العاصمة بالنسبة للمحافظات الآن المطلوب باعتقادي كريادة نوعية للمركزية كيف يمكن أن نفوض الصلاحيات وأن نشجع القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات لعاملين العام الأول أن في المحافظات موارد بشرية جيدة وموارد طبيعية مهمة والأهم من ذلك أن دافعية المواطن في المحافظة اللي هو بعيد عن العاصمة عندما يجد فرصة عمله ولو أقل أجرا تساهم في تقليل حدة التطرف والشعور بأنه مغبون وتجسير هذه الفجوة بين العاصمة والمحافظة أعتقد أن هذه من المهام التنموية والسياسية المهمة للامركزية السؤال هو هل الحكومات جادة في دعم اللامركزي كي نعيد توزيع الثروة في فرص العمل أو الموارد البشرية ويعطاها فرصة عادلة نحن نلاحظ الآن أنه معظم الاعتصامات خارج العاصمة دعم حتى في الربيع الأردني كان لدينا ملاحظات كثيرة خارج العاصمة الخارج العاصمة تعاني المحافظات من قلة فرص العمل حتى شركات المتواجدة فهي محدودة الفرص والقطاع الخاص ما زال واعدا في كثير من هذه الأماكن إذن القطاع الشبابي يعاني من الاغتراب عن المكتسبات والمنجزات الوطنية ويعاني من تدني مستوى المعيشة إلى الحد الذي أسمينا بعض المناطق الأقل حظا وكأن التنمية هي حضوض لا يستنجازات لا نقول ليست أقل حظا هي أقل عناية وبالتالي علينا أن نعيد التخطيط وعادة هذه الأمور يعني مضوط مصطلح أقل حظا يعني أبدا مش صح هو مهمش لا ولكن هون يمكن نكتور منيجي لموضوع أنه مثلا كمان الجامعات مقصرة يعني هذول الشباب إذا ما بتشغلهم بيشغلوك يعني ليش ما الجامعات تعمل أندية مثلا أندية رسم أندية مسرح أندية تصوير بيصير للطلاب يشتغلوا بها الأندية بيصير للطلاب بنموا مثلا مهاراتهم بنموا هواياتهم بيشتغلوا بها الأندية يعني كمان ما بنقدر إحنا كل شيء مضبوط للحكومة لازم يكون في خطط تنموية نقدر يعمل أي نوع من التغيير بدنا نعترف أن الجامعات في المحافظات وفق المقاييس العالمية لعدد الأكاديميين بالنسبة لعدد العاملين هي معادلة مختلة لأن الجامعة في كثير من الأحاين تحولت إلى فرصة عمل وليس بالضرور لصاحب الاختصاص صح أنه مواطن أردني ولكنه قد لا يكون مطلوبا في الجامعة المطلوب من الجامعة أن يكون نسبة الأكاديميين الذين يعيدوا تشكيل شخصية الشباب والارتقاء بأداء الجامعة اللي نتحدث عن جامعات منافسة هو الأكثر نحن نحترم بعض الجامعات لدينا أكاديمي واحد مقابل خمس إداريين شو لازم تكون النسبة؟ أو أربعة عادة من واحد إلى اثنين بالحد الأقصى أو ثلاثة يعني في الظروف خمس إداريين مقابل أكاديمي في جامعات الأطراف بعضها وهذا الرقم مختل إذ النسبة السليمة اللي مشاينها أن تجعل الأمور أفضل هو عضوها يتدريس مقابل اثنين إلى اثنين ونص بالمتوسط لأن لدينا فرص تشغيل من أبناء المحافظات داخل الجامعات لمحاولة إعادة سبل الحياة بحد الأدنى يعملوا تغيير ما هم يعادين الآن عندما أكون صانع القرار سأتحدث لهم مختلفة إن شاء الله طب دكتور نحكي شوي عن كرامة العمل يعني بالنسبة لطلاب الجامعات على الأغلب يروحوا يسمونه في الإنكليزي جوب مش كارير يعني هي مش مهنة عمل يعني هو يكون يشتغل في مطعم موجبات سريعة على الكاش بدي يسلك حاله يعني شهر شهرين ثلاثة لبين ما يرجع الجامعة أو بكون على الأغلب بار تايم أو بكون يعني شغل مثلا بساعات مقلنة مش مهنة ما عم بتجهل مهنته فهل هناك يعني تحديدات أيضا بتشوفها أو من وجهة نظر تربوية أو مجتمعية على كرامة العمل أنه هذا الطالب ما برضا يشتغل مثلا عامل نظافة أو ما برضا يشتغل في التنظيف ما برضا يشتغل في أعمال معينة فكرة كرامة العمل أخي الفاضل تقوم على أنك عندما تستخدم عاملا ما فأنت تستثمر جهده وليس استغلاله كقيمة إنسانية يعني عندما أستخدم عاملا ما للعمل في حدقة منزلي مثلا أنا أستثمر جهده وليس قيمته وكرامته ثم تخلط بين طبيعة العمل والجهد في العمل نحن نتحدث عن أهمية استثمار جهد العمل لأن الإنسان لا يجوز استغلاله من حيث المبدأ لأن الإنسان مكرم وكل القوانين الدينية والشرعية تؤكد أن الإنسان مكرم أنا عندما أستقدم عامل أنا أريد مهارته وبالتالي علي أن أدفع ما يقابل هذه المهارة الشاب الجامعي الذي يبدأ أول خطواته في العمل يحتاج إلى فترة لتفاهم صاحب العمل أنه إنسان وأنه شاب يافع وفي طريقه إلى الارتقاء وعلى صاحب العمل أن لا يخلط بين شخصية وكرامة الشاب أو الفتاة العاملة وبين الجهد الذي يمكن أن يبدله لذا كنتحدث عن مهارة شو المهارة؟ أنا قيادتي للسيارة أضعف من قيادتك لكن أنت كويس وأنا كويس هل نستطيع أن ننشئ مثل هذه المفاهيم في سوق العمل الأردني عند الناس؟ أنا أعتقد أنها ضرورة أخلاقية اجتماعية وبالتالي قيامية بالمجمل هذه العناصر الثلاث يجب أن تكون حاضرة في العمل مرة أخرى أطلب من عامل يعمل لدي أنا أستثمر جهده وليس استغلال الشخص نفسه لأنه إذا سمحنا في الاستغلال يعني إذا كانت العاملة أنثى في مكان مغلق هل تستغل؟ نعم نحكي على في مجتمع ذكوري على سبيل المثال هل مسموح أو يبرر؟ لا أعتقد أنه قيمة الكرامة تقتضي أن نحترم القانون وعلى مؤسساتنا والقطاع الخاص أن تؤمن أنها لن تستطيع أن تحقق أرباح إذا شعر الناس أن هذه المؤسسات ليس لديها مسؤولية اجتماعية ليس فقط الربح رغم أهمية ربح وحقه كراسمان لكن الأمن المجتمعي لا يتحقق فقط في زيادة الأرباح وإنما في تضافر إحساسنا المشترك أنني أعمل لديك بكرامة وأنك تعطيني ما أستحق من العمل ومن حقك أن تربح عندما يقتضى الأمر ذلك يعني هو أهم شيء احترام كرامة الإنسان لا يجوز للتنمر لأي مدير على أي موظف هي احترام كرامة الإنسان بغض النظر عن شو الوظيفة اللي عم بتكون أو درجة أداءه أو درجة أداءه هو كرامة إنسان بغض النظر فنشكر وجودك معنا دكتور حسين محدين ونحن أكيد منتمنى النجاح لكل طلابنا ينخرطوا بسوق العمل بتتبلور شخصيتهم سوى عندهم خبرة بالحياة جاهزين كتير بيكونوا لسوق العمل ولكن بحاجة لتضافر كل الجهود تدعمها الطلاب وتشجعهم وأنا بدي أقول أنه بمقدار ما عندنا شباب يمكن عدد قليل يتبرم في العمل الشباب الأردني مستعد ومؤهل وبوسعه أن يزيد ويراكم على ما أنجز وهذا مفخر لنا جميعا خص أن قاعدة الهرم السكاني في المجتمع الأردني هي قاعدة الشباب بين الجنسين نعم شكرا جزيلا بروفوسور يعطيك ألف عالي تقدير والاحترام لكم أهلا وسهلا اشتركوا في القناة